والحركة والرواج السياحي الكبير اللي حاصل في مدينة العالمين الناس ده منك دايما تقول انه احنا محتاجين فنادق اكتر طبعا احنا بنشوف شرم الشيخ والغرداء مجموعة كبيرة من الفنادق العالمية الاستثمارات ابتدت في مدينة العالمين ووصلنا دلوقتي لـ 15500 غرفة وللحكومة بتخطط ان احنا كمان يكون عندنا 25000 غرفة فندقية شايف ازاي الطاقة الاستعبية للفنادق في مدينة العالمين وايه اللي بينقصها والمفروض نبقى شغالين زي الفترة اللي جاي الحقيقة طبعا هي كويس الخطوات اللي بتتخذ من قبل الدولة ومن جانب المستثمرين احنا عايزين طبعا هي مصر بتستهدف كل مصر لعام 2028 30 مليون سايح الطاقة الاستعبية الفندقية اللي عندنا من 210 ل250 ألف غرفة دلوقتي المفروض يخلصوا دولة ما يستوعبوش الثلاثين مليون سايح في 2028 فاحنا محتاجين النصل ل500 ألف غرفة هي اصلا صنوعة السياحة تأثرت بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية في العالم كل طبعا لا وقبل كده من ساعة فهو اصلا كان في فنادق كمان توقفت حتى عن العمل هو فيه طبعا من يعني حصلت احداث كتيرة وبعدين برضو سهولة حصول المستثمر على قروض كانت صعبة فطبعا لابد من تسهيل عملية حصول المستثمر المصري على قروض سهولة حصول على الأراضي في المناطق السياحية في مناطق العالمين أو كده بالنسبة لكافة المستثمرين لانشاء مزيد من الغرف الفندقية القطاع الخاص أو المستثمر بيدخ فلوس كتير وممكن ياخد قروض لو سهلت له القروض المستثمر الأجنابي طبعا بيبقى هو معه فلوسه وعايز اعفاءات ضريبية وعايز امتيازات يحصل عليها عشان هو بيصرف فلوس بشكل معين وبيشغل عمالة وبيشغل حاجات كتيرة مرتبطة بالمجال لغاية ما ينشئ الفندق فهو عايز اعفاءات ضريبية لما احنا عايزين نوصل للتلاتين مليون سايح فلازم يبقى فيه سهولة في كافة الإجراءات الحصول على كافة الإجراءات من شباك واحد أو من ويب سايت واحد عشان نقدر ننشئ الفنادق بشكل سريع وفي نفس الوقت يتم التسويق لها بشكل كبير لو احنا فعلا وصلنا للخمسة وعشرين ألف غرفة مع الخمسة وعشرين ألف غرفة احنا بنتكلم على أربعين ألف غرفة الاربعين ألف غرفة في اتنين احنا بنتكلم تمانين ألف سايح مثلا بفرض أن الغرفة اتنين من السياح مجرد تخيلوا أن احنا نحقق الأرقام دي شيء يسعد الحقيقة لأنه السياحة يعني دي ممكن تكون كلمة السر لعبور أزامات اقتصادية العالم كل بيعيشها طبيعي احنا يعني حتى الناس يعني حدية في الشارع بتشوف وعارفة يعني ايه يكون عندنا سياح وعارفة وعاشت سنين كتير من غير سياحة وعارفة يعني ايه ميكون مفيش سياح الدخل اللي بيجيبه السايح من حجوزاته للفنادق والطيران داخل مصر والرحلات الاكسكرشن وكل حاجة هو اللي بييجي في آخر السنة الجهاز المركزي ويصدر بيان بأن مثلا ندخل لمصر 11 مليار 13 مليار في 2019 بس متوسط انفاق السايح داخل مصر بقى بيختلف من جنسية لأخرى في جنسية بتدفع 100 دولار في اليوم في جنسية بتدفع 150 دولار في اليوم وفي الأغنية اللي هما بيجوا بقى بسياحة اليخوت وغيره 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 بيدفع خمس أضعاف الرقم ده فكل ما زاد عندنا المنتج السياحي والتنوع يعني احنا ما بنتلع برصات بره سواء ألمانيا أو إنجلترا أو كده برصات السياحة العالمية وش مدلين برقت معنا أعتقد كتير كتير جدا لأن دي حاجة بتبقى احترافية ما بين القطاع الخاص في مصر وطبعا الدولة اللي بتهيأ المكان ووزارة السياحة والأجنحة المصرية ورجال الأعمال والمستثمرين المصريين أصحاب الشركات أصحاب الفنادي أصحاب التهيران كل الخبرات دي بتبقى على توعد بعقد لقاءات مع المستثمرين الخارجيين على كل مستوى العالم من كل جنسيات العالم من كل دول العالم وبيتم تقديم مننا كل شركة بتقدم البرودكت أو المنتج بتاعها المنتج بتاعها ده هو النهاء المنتج ده البرنامج السياحي مع حوافز معينة مع تسويق بشكل معين مع إعطاء تسهيلات معينة بالإضافة لما تقوم بالدولة من إعطاء فرص للتهيران الشرطر مهم جدا 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 أن المستثمرين سواء أجانب أو مصريين يستثمروا في التهيران الشرطر لأن وجود التهيران الشرطر هيسهل كتير قوي السعر أولا والرحلات أولا واخد بالحضرتك بتيجي مثلا لو إحنا عندنا تهيران شرطر من الصين أو من اليابان أو من أمريكا اللاتينية مثلا تهيران بيجي ومستثمر عنده التهيران ده بيجي هيتبص تلاقي الأعداد كترت جدا المطارات التقل السعبية بتاعي تبعت كبيرة ممتازة مطار سفينكس موجود في القاهرة دلوقتي بيستقبل تهيران خاص كل ده هيزود أعداد السياح وهيزود طبعا الدخل للدولة من العاملة الصعبة يعني إحنا متوقع إن شاء الله يجينا 15-16 مليون السنة الجاية لما تزيد عدد الفنادق زي ما حضرتك بسكوري ويتم مثلا إنشاء على مستوى مصر مثلا 50 أو 100 فندق مثلا أو أكتر مع توفر الامتيازات اللي بيحتاجها المستثمر ليه يعني البناء في هذا القطاع بيحتاج طبعا الامتيازات دي وتسهيل الإجراءات وحدوث كل ده هتبص تلاقي الأعداد بتتضاعف بتتضاعف ممكن ناصل فعلا للتأتيم اليوم بس لازم ننشئ الـ 500 ألف غرفة وفي نفس الوقت يبقى عندنا الفنادق والطيران طبعا والتسويق للسياحات بأنواعها بعين لأن احنا عندنا كل شعب بيبقى السياحة بتاعته مختلفة الشعب الأوروبي الشرقي غير الأوروبي الغربي غير أمريكا اللاتينية غير أمريكا العادية كلهم يبحث عن سياحة مختلفة نوع سياحة مختلفة السياحة الصحراوية برضو لازم نهتم بيها جدا لأن احنا عندنا الصحراء العظيمين احنا نمتلك كل هذه المقاومات ومسألة البداية من التسويق لتقديم التجارب السياحية المختلفة الفريدة لكل شعب زي ما حضرتك كنت بتذكر شيء مهم جدا عشان نصل للعدد المرجو والحيان احنا متفقلين جدا بالسياحة متفقلين جدا بالأعداد اللي احنا بقينا بنشوفها نقدر نلاحظها يعني موجودة حولينا في كل مكان أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسام هزاع الخبير السياحي وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية على وجودك معنا من هذا شكرا جزيلا يا فندم نورتنا وشرفتنا شكرا